موسيقى 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 ما هو سؤال تحديدا يا أخي يا أخي ثائر يا أخي ثائر ما هو سؤالك على وجه التحديد إن كانت مناظرة فثمت برنامج للمناظرة نعم موسيقى لماذا بعض السلكية يكرهون أهل العراق مثل في قول كعب الأحضار أنت ما أراد عمر لا يدع مصر من الأمصار إلا أتاه فقال له كعب لا تأتي العراق فإنه فيه تسعة أحشار الشر وقال أيضا إن فيه تسعة أحشار السحر فسقت الجن وبه داء العضال وعن أبي إدريس قال قدم علينا عمر بن خطار الشار فقال إني أريد أن أأتي العراق فقال له كعب الأحضار أعيدك بالله يا أمير الكذا من ذلك قال وما تكره من ذلك قال ليه تسعة أحشار الشر وكل داء العضال وهذا موجود في تاريخ دمشق يجيب الشيخ نعم يجيب الشيخ يا أخي ثائر على سؤالك أبو راشد من اليونان عمر كان يكره أهل العراق ولا يحبهم ودعي للسفر إليها فأبى وشاور المؤمنين المؤمنين فرفض أن يذهب إلى العراق مع أنه راح إلى الشام مرتين نعم وكذلك وبكر الصديق ولما طعن عمر رضي الله تعالى عنه لم يدخل عليه أهل العراق إلا آخرا ومن العجائب أن كانوا دائما يغضبون عمر أهل العراق حتى أنه في مرة من شدة غضبه على أهل العراق صلى وسهى في الصلاة وصاروا الناس يعني يذكرونه ولا ينتبه للصلاة أن عمر كان لما أغضبه أهل العراق وهذا أخرجها الدولاب كما ذكرنا وأخرجها يعقوب سفيان وغيره عن أبي عذب الحضرمين قال حججت في خلافة عمر فنزلت المدينة فقلت لأصحاب احفظوا علي رحلي حتى أشهد صلاة الظهر المهم أن أهل العراق أغضبون كل شوية يتكلمون في الولاة ويخلعون واليا ويعترضون على الولاة ولا يستقر لهم حال فجاء عمر من شدة الغضب صلى فسهى فكان يقول من ها هنا من أهل الشام انتبهي شيخ هذا مقدمة مهمة فشوف عمر يقول يا أهل الشام استعدوا لأهل العراق فإن الشيطان قد باض فيهم وفرخ اللهم إنهم قد لبسوا علي فألبس عليهم وعجل لهم بيش بالغلام الثقفي وعجل لهم بالغلام الثقفي يحكم فيهم بحكم الجاهلية لا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم قبل قلت لك هذه الرواية أخرجها جماعة من أهل العلم الدولابي ويعقوب الفسوي هذه إشارة من عمر أن النبي أخبرهم عن غلام ثقفي هذا بعده لم يولد الحجاج في هذا الوقت وأن هذا الغلام سيقسو على أهل العراق لماذا؟ للفجور والكذب والخيانة التي في أهل العراق هذا البداية عمر كان يعرف هذا وكان عمر يتمنى أن يعجل الله عز وجل بهذا الشاب أو الغلام الثقفي ليؤدب هؤلاء العراق ليش؟ لأن أهل العراق لا يصلح معهم الطيبة لا يصلح معهم النقاع الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياها لا تفضل حياك الله أنا سمعت حقيقة حديثي صحيحة البخار ومسلم بأن القرآن قد طابق عمر في ثلاث منها بأن عمر دخل على نساء النبي وقال لرسول الله هيدخل على نسائك البر والفاجر فهل يدل هذا على أن نساء النبي كان غير محجباته وكيف يدخل البر والفاجر هل هؤلاء من الصحابة وهل عمر أدفل غيره على نساء من النبي صلى الله عليه وآله أما السؤال الثاني يا حضرة الشيخ بأن هناك رواية في مدد أحمد بن حنبل أن عمر لم يضع الماء على أسفليه لم يغسل موضع خروج البول والضاءط أبدا بالماء وإنما كان يمسح بالحجارة ألا تجتموا رائحة كريهة أكمل أكمل يا أكمل عندك شيء ثاني دعني أكمل يا شيخ فضل فضل على الرحب والسلعة أكمل نعم فضل نعم نعم قلناك رواية في صحيح مسلم بأن عائشة كانت تامر أخواتها وبنات أختها نعم نفس الرواية موجودة في فتح المنعم في شرح صحيح مسلم نعم في الجزء الخامس في صرحة 622 نعم أن عائشة كانت شاب بالأيفة وكانت عائشة قامت بيرضاعه الصوت نعم نعم الصوت الصوت انقطع وابتعد لا لا بأس على كل حال هذا الأخ أبو أيوب من الكويت ذكر بعض الأدلة والشبهات ولا بأس يا أخي العلماء أجابوا عنها كثيرا وبإمكانك بضغطة زر واحدة على الجهاز أن تجد جواب هذه الأدلة وهذه الشبهات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة